السؤال البعد كده وصلنا من حساب محفوظ عبده بيقول يا شيخ أنا نظرت نزر على شيء وتم الشيء الحمد لله يا الحمد لله بركة ونعمة ولكن ليس مع النزر الآن فماذا أفعل؟ بعض الناس بتنزل بتقول أنا أتبح حجلة أنا عام أطلع كذا فلوس وهو لازم اللي هو قاله وهو ده اللي يطلع بين النزل لأن احنا عندنا بنتعامل مع الشرط اللي في النزل زي شرط الواقف يقول لك ايه؟ شرط الواقف كنص الشارع يعني الحاجة اللي هو قاله لازم ينفذها في النزل يعني قال يدبح يبقى يدبح قال يفرق فلوس على أقرب الناس من الفقراء يبقى لازم يفرق على أقرب الناس من الفقراء ما ينفرقاش على الناس الأبعد لا لازم يفرق على أقرب الناس من الفقراء ليه؟ عشان الشرط دوت عشان كده بنقول لهم يا جماعة ما تنزروش تصدقوا ما تنزروش أما وإنك نذرت والنزل ده واللي انت علقت ان انت تعمل به النازل حصل يبقى احنا عندنا دلوقتي لازم تعمل النازل طيب انا مش قادر اعمل النازل حالتك حالة من اتنين انت مش قادر تعمل النازل دلوقتي بس هتقدر تعمله بعد شهر بعد سنة هيفضل النازل متعلق في زمتك واول ما يحصل لك الفلوس اللي ممكن تعمل به النازل اعمل النازل لا ده انا مش قادر اعمل النازل خالص يعني حسبتها كده بحسبة بسيطة كده النازل انا مش قادر اعمله مش هقدر اعمل النزر ده خلاص اما بقى ما بقاش فيه الحاجة اللي كنت نزرها او ما خلاص مش هتتوفر للفلوس دي تاني خلاص فيه تغير اقتصادي حصل في حياتي فانا مش هقدر اعمله يبقى تطعم عشرة مساكين وتخرج منه بكفارة زي كفارة اليمين بالظبط النزر اذا ما قدرتش تعمله وكأنك انت حلفت فتخرج منه بكفارة يمين ويبقى خلاص انت معلكش حاجة وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتقبل